مباشرة خلينا نفوت بالمختارات مباشرة ومختاراتنا لليوم بداية عن هالمطاعم وبصراحة عادة كتير من الناس بيحبوا برمضان يروحوا يتوجهوا لأنهم يعكلوا أو يفطروا برا البيت والبعض بقول لا خلينا هيك ناكل بالبيت بما أنه نحن ملتمين عوقت الفطور ومش دايما العيلة بتلتم بنفس هذا اليوم بنفس هذا الوقت فخلينا نفطر بالبيت لكن نقيب أصحاب المطاعم بقول إقبال متواضع على المطاعم خلال الثلثة الأول من رمضان وكشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد أن الحركة التجارية في مستهل الشهر الفضيل شهدت ضعفا في الإقبال بخاصة على الوجبات المقدمة عند الإفطار وبين العواد أن طبيعة الأسرة الأردنية بداية الشهر الفضيل بتحرص على إعداد وجباتها بنفسها كنوع من الاحتفاء والبهجة بقدوم شهر رمضان هذا الحقيقة ضعف طبعا حركة الشراء والقبول على المطاعم خلال الثلثة الأول من رمضان طبعا الناس كلها بتحب أول يوم رمضان أو بداية رمضان تفطر بالبيت وبعد هيك ببلش الواحد يزهى يسير بالدوياكل برا أكد أنه موسم الموائد الرمضانية والعزائم والجمعات العائلية بشكل عام لم يبدأ ومن المتوقع أن تسير الحركة التجارية إيجابا مع نهاية هذا الأسبوع أما الحركة بعض الإفطار ووقت السحور فهي نشطة لدى المقاهي والمحال التي تقدم الأراجيل أو برامج الترفيه للأسف الشديد يعني هذا هو الخبر لكن هذا هو حال المجتمع أنه بعد السحور بعد الفطور ناس معظمها عم بتتوجهوا لمحلات المقاهي والترفيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك بعض المطاعم التي تقدم أصنافا شعبية من في ناس بحبوا يروحوا يتحلوا برا وهأكد استعداد قطاع المطاعم ومحل بيع الحلويات لاستقبال طلبات المواطنين خلال شهر رمضان مبارك خصوصا خلال ساعات ما بعض الإفطار وأبدأ عواد تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية خلال النصف الثاني من رمضان وحضى بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق التجارية التي تقدم كافة أصناف المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضار لضبط جشعة التجارة والارتفاعات الحالية غير مبررة وعم نشوف والناس عم تشهد أنه في محلات عم بتبيع يعني اللحوم والدواجن وغير المواد التمنية بأسعار غير مبررة وكبيرة يعني الله المستعان حلو أنكم تطلعوا تأكلوا برا لكن برضو يكون في توازن أكل البيت حلو ونظيف وطيب وبلم العالي أكتر وبنفس الوقت نحن شاهدين أنه قديش الوضع الاقتصادي كمان كتير صعب وأقل وجبة برا رح يكون يعني المبلغ الفلاني زي ما بيقولوا أنه رح تكون تكلفتها كتير عالية خصوصا إذا أفراد الأسرة أربع خمس أفراد رح حطوا مبلغ كتير كبير بينما طبق لطيف بالبيت مع شوية تيكة مقبلات رح تكون شيء يعني فعلا من ما لذى وطاب وحلو الواحد من فترة أخرى يطلع يحلي أولاده برا بيكون نوع من تغيير الجو وندير بالنا نبعد عن المقاهي وماكن الترفيه الغير شرعية رح ننتقل المشاهدين الكرام لمختارتنا الثانية وموجة باردة من إيش الطقس يعني الطقس رح يشهد موجة باردة مشاهدين الكرام خلينا نتابع هذا الفيديو من طقس العرب ونشوف فعلا كيف رح تكون هاجي هذه الموجة وتأثيرها علىنا موجة برد غير معتاد وجودها في هيك أوقات في آخر أيام من شهر ثلاث ناتج عن اندفاع الكتلة حوائية شديدة البرودة رمضان كريم يا جماعة ومشاء الله ربنا يتقبل السيام والقيام بداية هذه الموجة البرد رح تكون من ليلة الأربعاء على الخميس رح تنخفض درجات الحارة بشكل كتير واضح تصبح درجات الحارة حول خمس درجات موية في العديد من المناطق وأبرد بالثير من الليالي السابق يوم الخميس بقدر أوصل في الأجواء في ساعات النار مقتبسة من عمق فصل الشتاء درجة الحارة في العاصمة عمان كحد الأقصى وفي العديد من المناطق لنت تتجاوز أكثر من 10-11 درجة موية فعنا فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة ليلة الخميس على الجمعة الأجواء رح تتحول تصبح شديدة البرودة درجات الحارة رح تصبح في ساعات ليل أقل من 4 درجات موية في العديد من المناطق وحتى ممكن توصل الصفر المئوي في المرتفعات أو قمم المرتفعات الجبلية العالية فعنا فرصة ضعيفة لزخات خفيفة من الثلج بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة على قمم جبال الشراء يوم الجمعة الأجواء رح تكون باردة لكنها أكثر استقارة من يوم الخميس درجة الحارة 12 درجة موية ليلة الجمعة السابق رح ترجع لأجواء شديدة البرودة مرة ثانية درجات حارة أقل من 3 درجات موية وفي عنا فرصة للثقيع في أجزاء مختلفة من المملكة توصياتنا لكم في هذه الأجواء تحافظوا على الملابس الثقيلة في الأجواء الباردة خاصة للصغار وكبار السن وأيضا للإخوة المزارعين انتباه من مخاطر تشكل السقيع كتبوا لي بتعليقات أي تأسئلة رمضان كريم علينا يعني الله يلطف فينا برد باين انه الجو رح يكون كتير بارد اللي ضبوا طبعا الشتوي يرجع يخلوا كمن كنزة وكم جاكت لأنه أكيد بالليل يكون الطقس كتير بارد البجامات الشتوية يخليها الصبى لابد انه يعني بعد العصريات منشعلها دايما لسه لهلأ فيمكن رح نصير نرجع نشعلها الصبح يعني هي هالفترة إن شاء الله وبتهيق لي خلص لما يصير شهر نيسان شهر أربعة بتبلش الدنيا تدفي شوي شوي الله أعلم هي تودي على البرد ولا لسه في بردات مخبيهم الشتاء يعني إن شاء الله كله خير من رب العالمين وتلطيف على العباد حتى ما تعتش وتشعر إنه أجواء يمكن رمضان تكون حارة لا هي أجواء لطيفة والحمد لله على كل حال رح ننتقل مشاهدين الكرام لمختارتنا الثالثة وأفضل وقت للمشي في رمضان لحرق الدهون أي ساعة وأي وقت طبعا نحن عارفين إنه المشي كتير مهم وهي الرياضة السهلة الكل اللي بيقدر يعملها هلأ فيه كتير ناس إنهم خلال شهر رمضان مبارك بيكانوا يروحوا عالجيم قبل هلأ بطلوا يروحوا وكانوا يلعبوا رياضة بطل وفيه ناس بلعبوش رياضة أصلاً ولا بيتهمهم لكن بيقولك قديش المشي هي رياضة السهلة اللي أي حدا بيقدر يعملها كبير صغير وبتحرك الدورة الدموية وبتخلي الجسم نشيط خصوصاً إنه شهر رمضان مبارك الأشخاص أحياناً بشعروا بخمول فلما نحنا نمشي برمضان تقريباً نص ساعة أو ساعة ماشي سريح مش ركد ولا هذا المشي البطيء رح تنشط الدورة الدموية لكن الأخصائيين بنصحوا إنه أحسن فترة ماشي هي قبل الأدان بساعة ممكن هلأ مثلاً تكون ستة البيت مجهزة أكلاتها وحاطتهم بمضبطهم تطلع تتمشى مع أسرتها قبل بساعة الرجال إذا مخلصين دوامهم وقاعدين بقدروا يطلعوا يمشوا ساعة زمان نص ساعة زمان بيحرك الدورة الدموية لكن بيقولك إنه بدك تنتبه من أهم الأمور أول إشي لما بدك تمشي امشي بمكان جيد التهوية لا يفضل إنه نمشي الواحد على تردمل بالبيت لا هلأ الطقس حلو الواحد يمشي فيه ما نمشي أكتر من ساعة أكتر من ستين دقيقة وبعض الإفطار نعوض بشرب كميات كبيرة من المياه طبعاً والسوائل الصحية يعني ما يكون فيه مثلاً شاي قهوة كتير عصائر فيها سكريات لا يعني إشياء طبيعية لحتى ما يصيبنا جفاف أو دوخة وبعض الأشخاص إذا كانوا يمشوا وما رعوا حالهم بشرب السوائل ممكن يصير عندهم غثيان هلأ لمحبين المشي بعد الإفطار فيه ناس بقولك قبل الفطور أبداً ما حدش يقرب علي بدي أمشي أنا بعد الإفطار يفضل المشي بعد الإفطار بثلاث ساعات يعني مثلاً فطرت ريحت رح تصلي الترويح ممكن تروح الترويح ماشي أو ترجع ماشي أو تتمشى بعد صلاة الترويح هيك بيكون الشخص يعني خلى جسمه نشيط ويعني حرك الدورة الدموية نسمنى طبعاً السلامة والصحة لجميع وإن شاء الله دائماً نكون يعني شعب صحي ونشيط بإذن الله مختارتنا الرابعة طبعاً رح نحكي فيها عن منتخب هذا المنتخب تم طبعاً تهديد اللاعبين المسلمين فيه شو قالوا؟ إذا صمت فلم يتم استدعائك للمنتخب ضغوط الاتحاد الفرنسي لإجبار اللاعبين المسلمين على الإفطار برمضان طبعاً كشف صحفي فرنسي بعض الخبايا عن طريق التعامل مدرب منتخب ديوك ديدي مع لاعبي المسلمين بشهر رمضان المبارك وكذلك منتخبات الفئات السنية الأخرى بالبلاد تفعل نشطاء ومغردون فرنسيون مع التسريبات الجديدة اللي كشفها الصحفي من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر قنواته على اليوتيوب قال فيها أنه تصريحات ديدي حول ضرورة تأجيل اللاعبين للمسلمين صيامهم بتخيلوا تقول أنه الصيام بتأجل تخفي وراءها ضغطاً وابتزازاً على لاعبي المنتخب الفرنسي وخصوصاً اللاعبين يعني الشباب الصغار على غرار المنتخب الأولمبي منتخب أقل من 18 سنة بيضغطوا عليهم حشان أنه دول الصغار بيكون عندهم طموح أنه هو بده يتطور وبده يصير ويقدم كل حياته على كرة القدم شوفوا كيف أكيد بيضغطوا عليهم وأضاف الصحفي تحقيقات الشهير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان تصريحه مباشر بالقوم أنه بدك تصوم رمضان الأمر سهل لن يتم استدعائك للمنتخب تخيلوا لافتاً إلى أنه الاتحاد استعان بشخص مسلم من الأمن شوفوا وين كمان جايبين شخص مسلم من الأمن لكنه لا يصوم شهر رمضان الفضيل من أجل ممارسة الضغط على اللاعبين اعتبر المغردون أن المعلومات التي تم كشفها تعد أمراً خطيراً وعاراً سيلحق بمسؤولين اتحاد الكرة في فرنسا وأخرون قالوا أن الفرصة جاءت من أجل توقيف جميع اللاعبين المهاجرين من أصول إفريقية مسلمة عن اللاعب في المنتخب الفرنسي وعودتهم إلى منتخباتهم الأم إلى الجزائر وتونس والمغرب وجزر القمر وغيرها يعني لا حول ولا قوة ألا بالله حسب الله ونعم الوكيل هو ابتزاز حقيقي ديني عاطفي للاعبين المسلمين وإن شاء الله ربنا يثبتهم ويقويهم ويكونوا أد كلمتهم ويصوموا وطبعاً يتم للأسف الغاء ما قام به الاتحاد الفرنسي رح ننتقل المشاهدين الكرام لمختارتنا الخامسة وهل يترى استعمال بخاخ الربو يفسد الصيام كتير من الناس بصراحة بقولك يعني هلأ نحنا وقت غبرة وعننا تحسس وعننا ربو إذا بستخدم بخاخ الربو بخاخ الربو هو معروف هو ليس بالأنف هو بالفم الشخص بده يبخ بفمه بختين أو ثلاثة ويعني يستنشق هذا الرذاذ ويبلعه حتى يتوصل الرذاذ إلى الرئتين ويقوم بتوسعة الشعب الهوائية هل هذا الكلام يفسد الصيام؟ طبعاً استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام وقد رجع ذلك ابن باز وكثير من الفقهاء أخذوا هذه الفتوى وقالوا أنه أول شيء أنه الرذاذ الذي ينفث بخاخ الربو هو عبارة عن هواء حدوده الرئتين فقط مهمته توسيع شريينها وشعبها الهوائية التي تضيق بالربو وهذا الرذاذ لا يصل إلى المعدة ولا يشكل غذاء ولا شراباً للمريض تانياً أنه ليس بمعنى الأكل ولا الشرب هو ليس لا طعام ولا شراب فأشبه بسحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية وآسوا عليك طبعاً آسوا المسواك عليك قياس وقالوا أنه كيف المسواك هو ليس لا غذاء ولا شراب إنما بيطهر الفم إذن هو عبارة عن استخدام يعني لابد إنه مريض الربو يستخدمه ولا رح تكون يمكن وضعه الصحي سيء فكل الأشخاص اللي بيستخدموا بخخات الربو لا تخافوا فهو آمن ولا يفطر ولا يفسد الصيام نتمنى السلامة للجميع مشاهدينا الكرام رح ننتقل بعد مختاراتنا لفاصل تغذوي ونصائح بتحمينا من الجفاف خلال رمضان والمدرب أيمن غطاشة هو معتمد من جمعية القلب الأمريكية للإسعافات الأولية والإنعاش القلب الرئوي خلينا نتابع هذه النصائح مع بعض